اشتركوا في القناة وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة سفير محمد بن علي الغتم وأشهد بكفاءته في تحمل هذه المسئولية الوطنية ماريبا رعاه الله عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله الدبلوماسي الجديد وأبلغه جلالته بنقل تحياته إلى أخيه صاحب اسمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته الطيبة للشعب القطري الشقيق بدوام التقدم والرخاء وأشهدت جلالته بالعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالحهما وتطلعات شعبيهما الشقيقين وقد رفع أسفير محمد بن علي الغتم أسمى آيات الشكر وبالغ التقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه معربا عن عظيم اعتزازه بهذه الثقة الملكية السامية مؤكدا أن توجيهات جلالته الكريمة حافز له لبذل المزيد من الجهود والعمل على توثيق وتنمية أواصر التعاون والروابط الأخوية الوطيدة مع دولة قطر الشقيقة